السلام عليكم معاكم شاد العبادي بهذا الفيديو هنحكي عن مجموعة كتب للدكتور فاس السواح وطبعاً للبعض فني متابع قناتي أو متابع بعض القناتي الثانية اللي بحكي فيها عن الأديان أو البناقش فيها هاي الأمور وبعض المتابعين على الفيسبوك وهذه الأشياء فبعض فانه أنا من أكبر المحبين والمعجبين لأعمال الدكتور فاس السواح المهمة بهذا الفيديو هحكي عن كتب أنا بصراحة يعني حكيت عنها بفيديو سابق وهي هي نفسها ولكني بصراحة جعت وقات الكتب مرة ثانية تعون فاس السواح وهي بصراحة كتب اللي أنا سحكي مش كتب كبيرة يعني أكبر أكتب فيه وممكن فيه حوالي 300 صف فالكتب تعيت وقدرت أقارها مرة ثانية وقدرت برضو أستوعبها بطريقة أحسن كما وعشان بصراحة أنا بحب الدكتور فاس السواح حسيت بصراحة أنه الفيديو اللي عملته عن هاي الكتب أن الفيديو الأولاني يعني ما باطقي لمستوى الدكتور فاس السواح وحسيت بصراحة أنه الكلام اللي أنا حكيته ما كان يكفي والفيديو نفسه كمان ضعيف بصراحة من جميع النواحي بل حتى من ناحية الصوت الصوت كان جدا واطي بالفيديو فحتى أنا شخصية أنه بحظر الفيديو كنت حاسب بعضه بالملل وما كنت قادر بغضه أني قادر أركز لأنه الصوت جدا واطي فالمهم يعني بدون ما أطول حكي أنا حاجة أحكي عن حوالي 5 مؤلفات للدكتور فاس السواح وحاول بعضيني أكون يعني زي ما بيحكوه أعطي حقه بالكلام وزاي دايما يعني العافدة يعني أعرفين أنه بعز هذا البني آدم ويعني بحتهم جدا الكمية العلم اللي عنده أول إشي سنحكي عن واحدة من أهم الأشياء اللي خلييني أني نكتبت في بلاد رافدين وهي بعضة واحدة من أهم مؤلفات الدكتور فاس السواح وهي قلقامش لما بقى شو هو قلقامش او ايش هذا اللي كتاب عنهش بيحكي قلقامش هو يعتبى وحدة من اشهر الملاحم اللي انكتبت في بلادها في دين وتعتبى هي وحدة من اول بعض الملاحم الشعية وافضلها تحكي المنحمة باختصار شديد عن شخص اسمه قلقامش هذا الشخص اللي يوصل للخلود وطبعا انا عملت فيديو زمان عن منحمة فيديو بسيط جدا طبعا بصاحة مش هالفيديو الواو ولكن نعمة اشي او مختصار لقصة قلقامش اذا حد مهتم القصة ببساطة تحكي عن ملك اسمه قلقامش بكون يعذب شعبه فالشعب بتاعه ببوحه يشتكو على قلقامش لمجتمع الالهة فالالهة بخلب وند اسمه انكيده لقلقامش وابلش قتال بين هذول الاثنين طلعا بديش احكي باقي التفاصيل عشان ما حقلكم القصة او منحمة قلقامش ولكن فعليا فعليا هي من اجمل الاشياء خلينحكي القصص او الملاحم اللي ممكن تقاها فعليا اشي جميل بالنسبة لهذا الكتاب اللي هو تاع فاس السواح فاس السواح بوخذ ملحمة قلقامش بهذا الكتاب وخلينا نحكي انه بدوسها من الناحية العلمية فدكتور فاس السواح من اشهى الناس اذا هو مش الاشهى في مجال الاسطيان بوخذ لك بالاول موضوع الملحمة من الناحية التاخية فهو بدوس لك الالواح الخاصة بمرحمة قلقامش طبعا هي كان مكتوبة على الواح طينية بعدها قبلش يناقش لك موضوع الزيادات لانه فعليا الملحمة بعضه تم التعديل عليها والتحريفها زي مثلا قصة طوفان لبعض الملحدين مثلا بيحكوا انه مثلا ملحمة قلقامش ساقتها او ساقتها الاديام ملحمة قلقامش الدكتور فاس السواح بيقول لك انه هاي القصة تعيث الطوفان هي اصلا انكتبت بوقت متأخذ انكتبت وانكتبت بالمرحمة ثانية سوى ملحمة اطاحاسس المهم هذا مش موضوعي يعني بيتحكي هنا انه في جهد عن جد بهالمرحمة انه الدكتور فاس السواح نقش لكها من ناحية العلمية ومن ناحية الاحافية ومن ناحية كل اشي وباخر فصل كمان بالكتاب واضح اشي انا حبيته كثير طبعا قابل ما نوصل لاخر فصل بعطيك هو اول شي الواح بتاجب لك كل الالواح تعيث من حمد قلقامش فعليا تاجم ممتازة انا كنت طلعت اوقائت بعض الكتاب زي مثلا دكتور طاها باقى لتاجم ومنحمة قلقامش وبقدر احكي انه تاجمت فاس السواح هي الاحسن فهي مش بس مختصة لا هو بس هو كمان بعطيك معلومات تاخية عن هاي الملحمة وبعطيك التفاصيل الجديدة وحسب علمي انه الدكتور فاس السواح لحدها كل ما يطلعش جديد بكتب هاي الاشياء والمعلومات الجديدة اللي بتطلع معها طبعا اخها فصل بكتاب زي ما ناس حكيت قبل شوية بعدين قطعت الكلام وان جاعد حكيت ملحمة قلقامش بالنهاية دكتور فاس السواح كمان بعملها زي اعداد مصاحي فهو باظه بحكي لك ملحمة قلقامش بطيقة مصاحية او انا بصاحة عشان ما بدي احكي عن هذا الكتاب كثير عن جد بنصح فيه وانا حبيته كثير وهاي احسن تاجمي لمنحمة قلقامش وبنصح فيها اذا مثلا انت شخص مهتم بالملحمة من الناحية العلمية من ناحية الارثة من ناحية بعض الكلام العلماء فيها وجهات النظر انا عجلت بنصح فيها ولكن في مشكلة واحدة كانت بهذا الكتاب عند فاس السواح وهي محاولة طابط قلقامش في بعض الشخصيات الدينية زي مثلا شمشون الجباء او شخصية الخضاء مثلا بالقاءن او ذو القانين فالدكتور فاس السواح بعضهم بنحمته يعني اما خلصوا شرحها الاشياء حاول يوابط لك من شخصية بعض الشخصيات الدينية والشخصيات الاستورية انها يعني ساقت من ملحمة قلقامش فهو قال لك مثلا بواحد من فصول هذا الكتاب انه قلقامش بين العظمة تعيته وهي عن جد قصة عظيمة جدا اثت على اديان ثاني زي مثلا اثت على اسطيا مثلا ديونان فخلتهم مثلا يختاعوا شخصية هاقل اثت بعضوا على شخصية اليهود فاختاعوا شخصية شمشون الجباء بعضوا اثت على الاسلام وخلتهم يختاعوا شخصية ذو القانين وبيستلل عرض الكلام على التشابه الموجود بين قصة الخذى وبين بعضوا شخصية قلقامش فيما يخص موضوع الخلود ومشكلة هذا الكلام بصاحة بهذا الكتاب بهاي القضية بس وهو الغلط الوحيد اللي عندي على الكتاب انه الحديث اللي استدل علي عشان يثبت انه قلقامش هو نفسه ذو القانين هو حديث ضعيف اصلا يعني فهي العيب الوحيد بهذا الكتاب بس باقي الاشياء وباقي المصادر والمعلومات عن جد اشي ممتاز وانا عن جد عن جد بنصح فيه لكل شخص مهتم بملحمة قلقامش نشوف الكتاب اللي بعده الكتاب اللي بعده هو واحد من اهم كتب الدكتور فاس سوح هو اول كتاب كتب الدكتور فاس سوح طبعا هو الو كان قبل هيك بعض المؤلفات ولكن هذا هو الكتاب اللي عن جد خلى الناس تعافوا هذا الكتاب ببساطة شديدة الدكتور فاس سوح بيجيب لك اهم الاساطية في منطقة الشاق القديم بلاد الشام العاط هاي البلدان كلها وبعدها كباتبهم على شكل خلينا نحكي ابواب او على شكل اسفان زي الطواعي مثلا بقول لهم مثلا صفة التكوين صفة التنين صفة الموت الالح حسب ما انا منذكروا نهاية العالم فمثلا هو مثلا فيما يخص التكوين هتبلك جميع الاساطية مثلا اساطية مثلا بلاد الشام بتخص التكوين جميع اساطية مثلا العاطيين او بلاد رافدين بصفة مثلا التكوين يعني كل قصص التكوين بهاي الاديان والاساطية بجمعلك اياها بباب واحد لحد ما نوصل لاخر السفة بهذا الكتاب بصاحة الاسلوب فعليا بهذا الكتاب جدا ممتاز واذا انت حابتقى مثلا اشي بالاساطية مثلا ومش حاب بنوان تبلش فانا حنصحك وانا مغمط بكتاب مغامرات العقل الاولى وفي اشي كمان جدا انا حبيته بهذا الكتاب وهو موضوع انو بحكي لك المداس الاساسية فيما يخص الاساطية او هذا الموضوع او هذا الكتاب انا لحد هسا بستدل فيه بستدل فيه بيش بستدل فيه بقناة الثانية فانا بحب احكي في الاديان فلما بدي احكي بالاديان دائما بحب استدل بهذا الكتاب لأكثر من سبب منها انو ناقش لك فكات المداس او اهم المداس فيما يخص مجال الاساطية فالناس في الغاب مثلا مزينة ما عندهم اهتمام بموضوع الاساطية لا فيه اهتمام وهم بقسموا موضوع الاساطية لأكثر من قسم فيه الناس بيشوفوا مثلا اسطوة كحدث تاريخي فيه بيشوفرق الاسطوة مثلا كحدث نفسي فيه هيك وفيه هيك وهذا بصراحة الموضوع صعب بس وما عندي وقت ان نشره ولكن انا جد هذا الكتاب هو افضل كتاب فيما يخص الاساطية بالذات الشاقة الاوسط افضل كتاب انك تبلش فيه افضل كتاب انك تقاء فيه افضل كتاب انك تبلش فيه في عالم الاساطية بل حتى اسمه مغاماة العقل الاولى اول مغاماة اليك في عالم الاساطية وانا مغمض هنصحك بهذا الكتاب بصراحة لا اثقى نهائيا انه عندي اي مشكلة مع هذا الكتاب بصراحة يعني ذاك كل المعلومات اللي فيه معلومات ممتازة بل حتى المصادر المصادر فعليا قوية جدا كمان على كل هذا الكتاب واحد من افضل الاشياء والمؤلفات اللي قاعتها لالدكتور فاس السواح وعن جد بيستاهل اسمه مغاماة العقل الاولى عشان تكون اول مغاماة اليك في عالم الاساطية اذا حاب تبلش ااساطية اقار هذا الكتاب فهو كتاب شامل مش بس بدي اخذ لك عوالب الاساطية على الشرط القديم لا بل بيشرح لك كمان شيء عن الاسطوة وبيعطيك كل وجهة النظر انت بدي احتاجه التاريخية وانعرفك من المدرس التاريخية اللي بتوخذ الاسطاء علينا الحدث الحقيقي وفي بعض المدرس النفسية في انت الدكتور فاس السواح الحلو فيه بعطيك حواية الاختيافة بعطيك كل وجهة النظر بعدين بيقول لك خذل بالذكية هذا هو فاس السواح وهذا من الاشياء اللي تخليني احبه وانعاف حالي طلعت بالموضوع ولكن سامحوني هذا الكتاب امانة عندي معاه اكثر ذكريات وهو عندي الكتاب يعني اللي عن جد الكتاب فدتني واللي انا متذكر لما قاءته ما كنت قادة اني افلته وقاءته اكثر من ما عشان هيك حتى انا حبيت عيد الفيديو اللي حكيت عنه قبل لانه عن جد الزن من هذا بستاهل الكتاب الثاني اللي بعده هو كتاب صاح ما عجبني مية في المية وهو كتاب قام دمشق واسرائيل هذا الكتاب ببساطة شديدة بناقش خلينا نحكي تاريخ الانبياء اذا صح التعبية وتاريخ بعضه ما يعرف باسرائيل ولكنه ما بناقشه خلينا نحكي بالطريقة اللي احنا منعافها لا هو بناقش لك من ناحية الآثة بالكتاب هذا دكتور فاس فعليا اثبت انه فعليا ما يعرف بدولة اسرائيل او ما يعرف بتاريخ بني اسرائيل بستندوا فيه على وجودهم على الطواه هو فعليا تاريخ غا حقيقي وغا موجود وهو بعضه كمان بنكالك كثير اشياء خلينا نحكي زي مثلا ما يعرف مثلا بمملك بمملكة داود وسليمان هو مثلا بقولك ما في اشي اسم مملكة داود وسليمان المملكة هاي طلعت متى او ما طلعت طلع اشي ثاني بدلها طلع ما يعرف بي اه دولة الملك عمي وهاي الدولة مش كبيرة كثيرا وجاء الدولة صغيرة ولا تعتباه فعليا نفس الدولة اللي بتصواها التواه بل هاي مجاد مدينة كانت صغيرة طلعت اظن بالقارن العاشة قبل الميلاد انا مجد ذاك المعلومات سب الضبط فعليا البحث من ناحية الآثاء وهي الاشياء فعليا ما حدا بيقدر زاود عفاس سواء على هذا الموضوع انه اصلا انسان خلينا نحكي بيهتم بال الآثاء والآكولوجيا فهو اختصاصه من ناحية المعلومات اللي استفدتها من هذا الكتاب فبصراحة استفدت كثيرها بمعلومات امانة يعني ما حدا بيقدرينك هذا الموضوع مثلا اكتسفدت انه مثلا التواه غلطت فيما يعاف ذكى النبي يوسف التواه مثلا بتحكي ان النبي يوسف الذكى بزمن الفاعنة كتبت مثلا التواه مثلا انه الفاعون هو اللي كان حاكم مصاهي معلومي غلط بنفس الوقت القوان لما ذكى قصة يوسف ما قال فاعون بل قال ملك فهذا عجاز للقوان اللي بيدي احكينه هذا الكتاب فعليا ممكن لما واحد استيسمع كلامي منك انبياء وكذا يفكه مثلا اشي لا هذا الكتاب مثلا ضد الدين لا مش هيكل فقه هو انتقد التواه ما انتقدك انت كمسلم وانا اماتا هذا الكتاب ممكن يكون زود ايماني من هذا الشق ولكن انا فعليا يعني البحث تاعه كان جدا قوي بنفس الانبياء وكذا كان اشي جدا قوي ولكن مشكلته مع الكتاب هو اخا فاصل بصراحة بعد ما الدكتور فاصله طبعا يثبت لك عدم وجود الانبياء من الناحية الاثرية طبعا لازم كمان نوح على شغله الكلام اغلبه بهذا الكتاب الدكتور فاص صواحي خلينا نحكي ممكن انه هجع عن اغلبه مش كله هجع عن اغلب الكلام اللي حكاب بهذا الكتاب بكتاب الثاني له انا بصراحة ما قرأت الكتاب لحده لكني عندي فكرة على اللي فيه اسمه ما بعض اسم الكتاب هولبود فيه على الصليبي كمان الصليبي اظن موجود الكتاب عن نت وبعضه كمان له كتاب اسمه غز الانجيل بعضه تكلم فيه عن وجود بعض الانبياء زي يحيا و يسوع اللي هو عيسى فالمعلومات بهذا الكتاب ممتازة ولكنه راجع عن بعضه على كله مش هذا موضوعنا الكتاب صاحة ببنيرة كده اغتفاص فيه يعني من اول الكتاب الاخرية تكثير افكار على عدم وجود اسرائيل و بدمه خلينا نحكي الفكه الصهيوني او كمان ادلة الصهيين اللي بعتبوا انه هاي هي تاريخنا فهم بنسبوا مثلا حالهم انهم او بحكوا لك مثلا الفلسطين اننا بدليل وجود اننا احنا مملكة طيب شو الدليل تاعكم عن وجود المملكة هاي التوا لما اجد دكتور فاس سواح و داس التوا و داس بعضه الاخافية و هاي الاشياء ما لقي فعليا ادلة اكولوجية او ادلة تاخية على وجود هاي المملكة الغامة وجودة على حسب يعني التعبية يعني فهو بعد هيك باخر الكتاب بيجي بعدا بنظاية ثانية بيحكي كيف اجي دينا او كيف مثلا اجي مثلا الدين اليهودي خيناك من اضاق يعني فبيحكي لك مثلا ان وايد تواتية تم اختارها على ايد شخص اسمه عزال كاهن انا بقى من شخص انه النبي عزال ما علينا من هذا الموضوع فهو بقول لك انه هذا الشخص اللي هو عزال كاهن هذا كان اصلا عميل فارسي و بيستدل على هذا الموضوع لما اخذهم نبوخة نصة هذا الكلام وجود بالطواء انه نبوخة نصة سباهم و من هذا الوقت بلش الملك تاع هذيك الدول يعني الناس اللي بيحكموهم الدين الزادشتي انهم بدهم يشوهوا التفكير يهودي فبلشوا يدخلوا افكار مثلا مسمومة على دينه عن طريق عزال كاهن فعزال كاهن كان هو مفتاح يعني للتحريف فبلش مثلا يدخل على دينهم اكثر افكار مثلا فكرة ماذا بعد الموت لانه يود ما كان عندهم فكرة ماذا بعد الموت ما كان يعرفش يعني بعد الموت شوه الحساب وكذا فلما سباهم ضاع التوار فمين اتجحه حسب التوار شخص اسمه عزال كاهن لما اتجحه هذا عزال كاهن هو ما اتجحه بوحي زي ما هو بالدعي لا هو كان عميل عند الناس اللي بأمنوا بالدين الزادشتية فلما هو حكى انه اتجح التوار بلش يحرف على دينهم كان عندهم الافكار الزادشتية على دينهم ويكا بلش التحيخز على دينهم هذا الكلام بصاحة انا مدخل الشاسي طبعا اللي بده التفصيلات جعل كتابه اخي فصله وفصل كتابه هذا الموضوع وعبط الكلام ببعضه يعني ممكن تكون صحيحة ببعض النقاط ولكني شخصيا ما اقتنعت فيها لانه فعلينا بهمدهم يحافوا دينهم كانوا مش بس حافوا شغلات بسيطة لا كان يعني حافوا كل شي انت فاهم عليك كيف يعني مثلا ناسا مثلا فكرة الاله يهوى بوادي زي ما بنحكيه بالعامية وفكرة اهوى مزدة وفادي ثاني فعليا كانوا ممكن ثانية مثلا نسبوا لحاله مثلا زادشت مثلا ليش ما صحي الاشياء كلها ما بتعرف ولكني عد هاي المعلومة يعني اللي هي تعيد الزادشتية انا بصراحة الكتاب يعني مفيد وكويس وكذا ولكن بصراحة انا اخي فصل فيما حبته نهائيا فاااا ما بصراحة عارف شو بدي احكي لكن البحث جامد جدا وقوي ولكن اخي فصل ما اقتنعت فيه انا صراحة حاليا ممكن مستقبلا لما ابحث اكثر بهذا الموضوع اقتنع ولكن عدا هيكا الكتاب كويس الكتاب الثاني هو يعطبها ثاني كتاب قاتل الدكتور فاس السوح وهو كتاب لغز عشتار وهذا الكتاب بصراحة يعطبها من الكتب النسوية يعني النسويات محبوا هذا الكتاب كثير هذا الكتاب ببساطة شديدة يناقش ما يعرف بنظاية المجتمع الامومي هاي نظاية بتفترض إن الإنسان أول ما بلش يعبد ما بلش يعبد الإله المذكى بل كان يعبد الماء خلينا نحكي فكان يعبد البنتس وهذا الموضوع الدليل عليه هي الأساطية أولا الأساطية مثلا بتصوى مثلا دائما مكانة عالية للام اللي بيجي بقتلها الإله المذكى زي مثلا ما دوخ لما قتلت ياما عبد التنينين أو ما يعرف بقصة إيل أظن اسم الإله عنات أظن هذا المعلوم خاطر الكتاب آلهة شامل أن بعض الإلهة إيل قتل آلهة مؤنثة قبل ما يكون هو رب الآلهة مو موضوع له هالسفر فكرة بدي أحكي أن هاي نظاية تستند على الأساطية أولا والثاني شغلة تستند عليها هي الأحافية فالبدوس مثلا أحافية الشعوب القديمة دائما حيلاقيه تمثيل لدماءة أو لبنت شكل جسمها نوعا ما نافخ شوي هاي بيسموها تمثيل فينوس أو ألعاب عشطاء مثلا فهاي النظاية يمكن نحكي أن هذا هو بساطة شديدة إختصائها الكتاب بصراحة يعني تاع الدكتور فاس السواحة اللي هو هذا الكتاب الضغص عشطاء الكتاب جدا ممتع وجدا أنا استفدت منه فيما يعرف الآلهة الأم فهو مثلا بيقولك أن الإلهة الأم ظلت تنتقل لحد ما بالأخيها وصلت لما يعرف العذر مائم فهي أم الإلهة زي ما كانت مثلا تيامة عبت لا زي ما كانت مثلا تيامة عبت التنينين وطبع هذا الموضوع بصراحة صعب الواحد يشرحوا هسا بفيديو صغير كثيرا أنا بحاول اختصار فيه وما بدقاء يطول فهذه المعلومات بصراحة عنه بعضو عن فكات الآلهة الميتة وبعضو عن كيف صار مثلا الإنسان يطوى بعديك صار موضوع الزاعة واكتشف الزلمة أو الأجل إنه مثلا مسؤول بالعملية الجنسية فبلش بعضو يفضض السلطة الذكورية على البنت الموضوع حلو والبحث البحث كمان شيق وأنا صار بنصار الكتاب هذا الكتاب أصار فيه مشكلة واحدة وأنا صار ما تعودت فيها عليها على فراز سواح أنا دائما من المقارة كتب لفراز سواح متعود عليه إنه يجيب لكل وجهات النظار بعدك خليني أفكر بهذا الكتاب دكتور فاس سواح عاد لك بس وجهة نظار واحدة اللي هي اللي هي الوجهة النظار اللي بتشوف نظائية المجتمع الأمومي بدون ما يطح لي النظايات اللي بتعطيض على هاي الوجهة النظار فهذا الموضوع أنا كان مش عاجبني ففيه فعليا بعض التوجهات الغابية عند باحثين الأديان بوفضوا نظائية المجتمع الأمومي على أساس علمي ما حكي دكتور فاس سواح ما عاد لك إياها ولكن هذا الموضوع فعليا لا يسيء أو ما بطعن بالعمل تاعه ولكني أنا بحكي بس عن أماني خاصة فيه إنه كان لازم يعرض وجهة النظار الثانية زي ما أنا مثلا بحبه وقاتله حوالي حتى الآن تسع كتب أو حداعش أنا عن جد يعني هذا الموضوع كان يسي يكون عامل وهس هو ما عمدهوش ثاني نقطة مثلا هاي النظارية ممكن أطعن فيها بشغلة واحدة إذا افترضنا مثلا إنه عشطاء هي الآلهة الأم ببغداد وتيامة وبيتتانين وهي الأشياء كلها ودائما هم كانوا عن جد يعبدوا الماء ففي مشكلة واحدة بهذا الطاح وهو إنه دائما الآلهة المؤنثة اللي إحنا بنفترض طبعا إنها مؤنثة زي مثلا عشطاء هي في الحقيقة مش مؤنثة بل هي أحاديت الجنس يعني كانت هي مثلا الماء أو هي الزلم بنفس الوقت فيها أنت تخصب حالها يعني زي مثلا ابنها تموز ابن عشطاء كان اسمه تموز مين تجابوا بالله؟ هي نفسها عشطاء هي خصبت حالها لحالها فعليا يعني فإنك تجي تقول لي مثلا هي بنت لا هذا الكلام غير صحيح الآلهة كانت اللي إعطبوها مؤنثة هي فعليا منها الجنس أصلا فكانت هي بنت وولد نفس الوقت سألنيش طبعا كيف فهي هكا الأساطية تعيتهم عادي هكا البحث فعليا شامل وممتاز لهاي النظاية وبعضو عاجع كلام فويد وعاجع بعضو الكلام العلماء النفس وعاجع بعضو كلام الأساطية كلام الأحافية الشغل على هذا الكتاب جدا ممتع وممتاز وإذا كنت نسوية يعني هذا الكتاب حياجبك بصراحة يعني لأنه مثلا بيحكي لك انه كان مثلا انت كابينت كان بوقت من الأوقات كانت انت فعليا عندك عصر كامل اسمه العصر الأمومي كنت انت المتحكم فيه كنت انت كابينت تعتبر الإله المقدس كنت انت برضو كابينت المعبود يعني تخيل لوين مش بس ساكة انت كنت كل إشي بهالدنيا لحد ما الزلم عافية اكتشف انه له دور فيما يخص عملية الانجاب فهنا بعض اكتشف الزلم الزاعة وهنا بلاش يطلع ما يعرف بالعصر الذكوري طبعا على اصلا يمكن يسمع كلامه يقول ايه هذا هو العصر النسوي هذا هو الابداع هذا كل البدنياء على فكرة كان المجتمع النسوي على فكرة عنهم بيحكوان انه كان كويس وكذا وفاصل وحباظه بحكي يقول لكنه فعليا كان كان فعليا هذا الزمان كان زمن أسفت من الزمن الذكوري اللي احنا فيه طرف ليش كان يتم إخصاء الأعجال وكان يتم بعضه أشياء تخزي كله عشان الاليها المؤنثة مثل عشتار هذا الموضوع على فكرة اشياء بدناشي نطول فيه تقدروا عندي فيديو كامل على هذا القناة اسمه أظن المجتمع الأمومي وماذا سوف يحصل على حكمة الماء اشوفوا الفيديو وفي النهاية هذا الكتاب جميل جدا اذا كنت صاحب أقلية نقدية اما اذا كنت التغبي وبتصدق كل شيء بتقاه فتقاهوش الكتاب اللي بعده هو كتاب وهو اخر كتاب معنا هو كتاب فعليا واحد يعتبر من أصغر الكتب تعون فاس سواح هو كتاب الله والكون والإنسان هذا الكتاب يعني زي ملخص لكتب فاس سواح الكتاب حوالي 200 صفحة هذا الكتاب انا بحبه كثير كثير لأكثر من السبب اول انه مختصة كثير بالأفكار فكان بهذا الكتاب هو زي كأنه أسئلة كان واحد هو فاس سواح يحكمه بعض بعد هيك فاس سواح شاف الأسئلة جدا مهمة فكتابها بكتاب هذا المختصات على الكتاب طبعا بالكتاب هذا مثلا نسأل دكتور فاس سواح معلومات جدا قوية عن كتبه ومؤلفاته سألوا بعض الشخص اللي يحاول فيه عن الأديان وعن طبيعة الأديان عن دول فلسفة بالعالم القديم عن دول دين بعضه بالصين سألوا عن كثير أشياء وعن ديان العصر الحجري عن كثير أشياء سألوا عن بعض الشخصيات الدينية معروفة كونفوشيوس، لاوتسو، بوذا ما بعف مين الطاوية، الجامية أظن اسم الديان الثانية سألوا عن كثير أشياء الكتاب جدا ممتاز كثير فيما يخص الكلام عن الهندوسية مع أنه كان مختصا ولكنه كان جدا ممتاز الكتاب هذا أنا بصاحة بحبه 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 كثير لأنه كان مختصا كثير يا أخي المحلومات السهلة بعطيك إياها وأنا على فقه هذا الكتاب قبل ما اشتري اسمعته صوتيا، اسمعته على يوتيوب لأنه موجود بعد هيك على طول احتشترات الكتاب وما عندي اسمه وبعض المهمت فيه ولكني قاته واجعت يوم أو قبل يومين قاته وخلصته ما ثاني عشان أرجع أعمل هذا الفيديو الكتاب والله حل وكثير وانا حبيت عن جد فرص سوح أكثر من قات هذا الكتاب عن جد يعني فهو مثلا أجه حكالك مثلا أجه سأله مثلا الشخص اللي بحاول أجيب الكلام على الشاشة انت دائما كتبك ملهاش نهاية ليش او ملهاش خاتمي ليش هاد عليه فرص سوح انه بدو والناس تفك على ما تقال كتبوا عشانك هم ما بيحطوا انشت النظر تعيته فالموضع هذا بصراع عجبني كثير وباظه كلامه عن داعش انه داعش فعليا ما بتمثل الاسلام بشكل كله لانه فعليا الاشياء هاي مثلا زي داعش هم بيختاروا البدهمية فبغم اشياء معينة من الدين المترك والباقي هذا عن جد يعني كلام واحد باحث عن جد الكتاب بصراحة يعني هذا يعني أنا بحبه كثير وعن جد بنصح فيه يعني اذا حابت قاله فرص سوح اشي مختصم عندك اشياء وقت او تسمع حتى فاكتاب الله و الكرم الانسان عن جد من الكتب اللي انا بحبها كثير وقائبي على قدي على قلبي قصدي مش على قدي لانه بعطيك المعلومة هيك يعني بعطيك اياها يعني هيك سؤال و جواب اش بدك انت اش اسمك يا شادي اش اسمك يا شادي انت شو اسمك يا شادي انا حكيلك شادي هو هيك الكتاب نظامه اسأل بجاوبك على طول ما في لف دوان وعن جد يعني من كتب اللي بحبها في نهاية هذا الفيديو انا بصراحة يعني قات هاي الكتب ما ثاني اني نجد بحب فرص سوح وبارف اني يمكن بعض الاشياء يعني من بينهم لخبطة بالكلام وكذا ولكن انا فعليا هذا البني ادم لي فرص سوح من الناس اللي بحبهم كثيرا وطبعا انا مش يعني عشاني بحبهم مثلا قعدة جاملة لا لا انا نجد صندقات تكتبهم من كتب كتاب لغز اشتاو وكتاب باردرام دمشق والسرايد مع اني بحبوا هذا البني ادم ولكن فعليا اي بحث لا يخلو من اخطاء اكيد يعني من جد نظاي الشخصية فانا عن جد يعني دام بشوف الناس بهاجمه فرص سوح وكذا وانا من محبية يعني فرص سوح من اعظم العقول العربية اللي عندنا بالذات في مجال الاسطاع والاديان ولكن فعليا هات اللي يقدر هذا الحكي على كلن لهان بخلص الفيديو انا طبعا يعني عن جد اي كتاب انا هكيت عنه هون انا بنصح الجميع انه يقال فرص السوح انا عاهف كمان انه فيك ثاناس يمتابعيني عشان موضوع الاديان يعني بيحبوا مثلا الكتب اللي انا بطحها في مجال الاديان انا عن جد اذا كنت صاحب عقلية متفتحة والشخص بيقدر يقيم الكلام بعقله والشخص بده يدوى عن الحق والحقيقة فانا بنصحك انك تقال فرص السوح بالتحديد كتاب دين الانسان اللي عملت له بعض القناة وانتقطته كمان عشان ما حدا يقول لي انت بتحب فرص السوح في بتجامله لا دائما العلم اشي وحب الشخص اشي ثاني انا بحب فرص السوح ولكن لو ما شوفه بغلط بقول له بغلط فرص السوح على فقه حكى هذا الكلام لما تشوفوني غلطان احكوا لي اني غلطان بوحل بيكتابه الله ولكل الانسان وهذا عن جد باحث عن جد مش مثلا الناس مثلا الكتاب بيحقول لك لا انا ما بغلط انت اللي بتغلط مين انت عشان تناقشني هذا هو الباحث اللي احنا بدنا اياه الله ياب عن جد يهدي الدكتور فرص السوح احنا بعرف انه ملحد حسب علمي يعني اكيد الايمان والكفة هاي شغلات خاصة فيه ولكن دائما احنا دائما نكون مثلا منحب شخص معين اكيد نتمنى له الخيال فاذا يعني في مجال يعني نوابنا يهدي باخر عمو يعني ياب يعني لش لا فالنهاية اتمنى الفيديو يكون عجبكم واذا ما عجبكم عادي مش مشكلة انا دائما الناس بتسرب علي للطريقات بغير الطريقات فمش مشكلة واذا احقاتي شرفات السوح فانا عن جد بتمنى انك تكتبت الطريقات خلينا نستفيد كلنا مع بعض وسلام